الواقع الذي هو حلم الآخرين النهاردة كانت الإثارة عنوان الإسبوع السابع في الدوري بكرة الأهلي مع فيوتشر بكرة جمعة سبع مساء الأهلي وفيوتشر إن شاء الله الفريق النهاردة كمل تدريباته ودخل المعسكر وميستر مارس الكولر اجتمع مع كابتن سعد عبد حفيز مدير الكورة لبعض الترتيبات والنواحي الإدارية والفنية للمرحلة اللي جاية الأهلي بيغيب عنه في مباراة الغد برستاو للإصابة وطاهر محمد طاهر بالإضافة العمار حمدي اللي عائد من الإصابة ويشارك في التدريبات لكن ليه ما أقول لكم الإثارة كانت عنوان مباراة تاية وأنا بس عايز أعلق على حاجة أبلا وطول الإثارة كل تدريب دولات يجيبوا لك الكابتن السادي وبيلعب بقولي بالهد إنه يرجع بقى لا أنا بس عايز أقول له ما توصيش المخرج كل ما أجيب لقطة يجيب لك لقطة وأنت كسبات يعني مش معقول التكسبات كل اللعيبة يا كابتن سايد وهو جاب جون واحد بدماغه في حياته لا يا كابتن سايد والله العظيم الكابتن سايد طبعا ما فيه ونجب بالسرعة والفاعلية بتاعته يعني الحقيقة كان رائع 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 بس إيه يعني كل واحد يجيب لعيب وعشان هو مدير يعني يوقعه ولازم يكسب يجيب ناس يوقع ها هو كل لقطة تيك تيك واللي قدامه هو اللي يوقع يا كابتن سايد كامل يا برايك طيب أنا اللي بقول لكم الإثارة كانت عنوان مباريات اليوم لأنه Mb يتقدم على المقاولين 2-0 فيستطيع انت مجيب الآخر آه آخر مباراة فيستطيع شوق غريب تعديل الموقف ويكسب 3-2 أنا جاي جاي بقول لك إيه المقاولين مغروب 2 لا المقاولين Mb بيعمل حاجة جامدة جداً كسبان المقاولين اللي حد آآ يعني كان إيه فات يمكن نص الشوط التاني تقريباً آآ 2-0 وبعدين مما وصلت هنا قلت له ما تشوفونا النتيجة قاله 3-2 ده نفس اللي حصل في المباراة اللي قبلها أسوان بيلعب مع السيراميكا كيلو باتر اللي إثارة كلها بقى لأ دمالو ده المطش ده أنا شفت جزء منه آآ وتعطفت الحقيقة للحظة آآ مع محاولات أسوان أصلاً أسوان اللي بتعطف معها أي آآ سيراميكا فريق هايل طبعاً لكن أسوان بيسافر لكل الفرق أستاذ إبراهيم آآ 700-800 كيلو طيارة ويوم هاي الفرقة موجودة فين يا في خط القناة يا في القاهرة يا في اسكندرية مفيش فرقة جنبه واخد بالك فهو عمال يسافر الدورة على سفر فهو بيلعب دوري أصعب يعني ظروفه أصعب مالياً وبدنياً ونفسياً وكل حاجة يعني أما جاب جنب في ديئة تسعين تقريباً قلتوا الله العزيم برفع عليهم رغم أن السيطرة الحقيقة في الوقت ده كان مغلوب وتعادل كان مغلوب اتنص اصف بعدين ووصل اتنين واحد ديئة تسعين تعادل تعادل والناس لسه بت بتحتفل بتقول والله برافو واصلح أيمان الرمادي دا جاء ليفعل المستقع مع أصوان مع أصوان وهم لسه المزيق ما يكملش الجملة فهو الأفر شفت أجمل جون في الدوري السنة دي قرى مقوسة من أحمد شكري قفز عليها مش فاكر اسم هو واحد الزرم محترف جديد من شمال أفريقيا أو حاجة ولا ما عرفش منين ده لأنه يا أستاذ إبراهيم طار على وش الأرض ولعب صاروخ في المقص صاروخ في المقص رغم أنه كانت نين لعيبة من سيراميكا في وسط ست سبع لعيبة من أسوأ ففي أقل من دقيقة دقيقة ونص رجعت عين الفرحة الطفت وسيراميكا تقدم ثلاثة اثنين قمة في الإصارة ومستويات عالية جدا بتقدم يعني ياريت ياريت نبني على الكلام ده عندنا مواعب وعندنا ناس بتقبي عندها وعي كروي كل ده بيطبق بس بطق يعني لو خدنا احنا المهارات دي والتاكتك ده ورؤية دي وصيغناها في قالب سريع يعني عملناها بالسرعة السريعة هنبقى بقى كننا أوروبا ده الجن التالت ده سيف تقل التونسي سيف تقل التونسي اسمي صعب كده أول مرة سيف تقي سيف تقي التونسي تقل دي تبقى بنت طار في الهوى لعب ساروخ بالهد في المقص يعني حتى الجن لما لما جهه الكاميرا ما جابتهوش غير في الاعادة لأنه هو صنطره فاول فاول مجيء عمال يقول واه عصوان وهده حية واه اي من الرمادي واش عارف ايه وهو بيكلم قلقه راحوا جايبين اللقطة ساروخ شفتها في المقص في الاعادة بقى شفت التنفيذ الحقيقة المطش قوي الفريتين اللي عمي كورة حلوة جدا سيراميكا كانت أكثر سيطرة لكن كان من الممكن أن تخرج أسوان بتعادل لولا لعبة ما بتتكررش كتير هيلة يعني الاسارة كل الاسارة في كل المطشات يعني كل المطشات أصبحت ده عنوانها فالمقاولين عرب مغلوب اتنين يكسب تلاتة بشوق يعني برضو عملية مش مش سهلة المقاولين مع شوق غريب مخسرش ولا مباراة حتى الآن يعني يتعادل المقاولين طول عمره فرقة أستخلي بالك المقاولين عرب هو فريق لا أخذ بأسباب الاحتراف بالك ده تالت فريق فوزا بالبطولات بعد الأهل والزمالك يعني عدد بطولاته أكثر من الاسمايلي مبني على بطولات مبني على قاعدة احترافية سليمة يعني عندهم تملي النظام الداخلي ثابت وقوي ما بيتهزش بالهزات فبتجد أنه عندهم قطع ناشئين قوي بتجد عندهم يعني هو حتى التأسيس كان فكرة بيسابهم لعيبة وبعدين يتعصرش وعد يرجعوا يقوم هم السنة دي بيقدوا بنتائج جسال فتت كانوا بيقدوا بدون نتائج فنتمنى الطفيق لكل الفرق الحقيقة سرميها كيلو باطرة إمكانته أعلى بكتير من نتائجه السنة دي يعني الحقيقة يعني عنده فريق رائع لكن ساعة كده يهدى يعني الدوري السنة دي قوي جدا دوري قوي كل التوفيق للأهل بكرة في مباراة فيوتشار عشان يحافظ على الصدارة بإذن الله ترجمة نانسي قنقر